بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله من جديد في الوحدة الرابعة الدرس الثالث سوف نتعرف في هذه الوحدة على مفهوم التجارة الإلكترونية ويشمل أنواع التجارة الإلكترونية والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية مفهوم أو تعريف التجارة الإلكترونية نستطيع وصفه بأنه عملية البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت وهناك مفهومين مفهوم من منظور اتصالات ومفهوم من منظور الخدمات ومفهوم التجارة الإلكترونية ليس فقط مفهوم عملية البيع والشراء فقط وإنما عملية خدمة المستهلكين والتعاون معهم وكذلك الوصول إلى مستهلكين جدد عبر وسائل دعاية وإعلان جديدة وكذلك استفادة من مصادر المعرفة والمعلومات من خلال بعض الشركات والهيئات من أجل إنشاء تنافسية عالية تسمح لي بعملية البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت وكذلك عملية التبادل الإلكتروني سواء من خلال الADI أو من خلال البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التبادل الإلكتروني الشركات التجارة الإلكترونية أو الشركات بشكل عام نستطيع وصف أو تقسيمها إلى نوعين نوع أول يسمى تجارة أو الشركات التجارية التقليدية وهذه الشركات تسعى إلى تطوير نمط تجارتها من خلال الاستفادة من مفاهيم التجارة الإلكترونية وكذلك الاستفادة من خدمات الإنترنت ومن أمثل على ذلك والعمليات التي يمكن القيام بها عملية التواصل مع المزودين لحصول على بعض الخدمات والأسعار نستطيع كذلك تنفيذ جزء من العملية التسويقية للمنتجات من خلال شبكة الإنترنت وكذلك بيع المنتجات عبر الإنترنت النوع الثاني شركات تجارة إلكترونية وهذه تعتمد على مبدأ التجارة الإلكتروني الكامل أو ما يعرف بالأيكمباني من الأمثلة عليها موقع أمازون موقع أمازون هذا شباب عبارة عن موقع يتم عملية البيع والشراء والتواصل من خلال هذا الموقع ولا يتم البيع من خلال مراكز بيع فيزيائية موجودة فبالتالي يكون هناك عملية بيع وشراء من خلال شبكة الإنترنت دون الحاجة لوجود تجارة تقليدية هناك بنية تحتية لإنشاء واستخدام أنظمة التجارة الإلكترونية ومن أهمها ومن ضمنها الخدمات والأعمال العامة من أمثل عليها البطاقات الذكية والدفع الإلكتروني التوثيق وكذلك الدفع الإلكتروني الآمن تبادل الرسائل وتوزيع المعلومات سواء عن طريق الإيميل أو الأنظمة الأخرى لتوزيع والتواصل مع العملاء أحتاج كذلك إلى محتوى وهذا المحتوى يكون جذاب وينشر على شبكة الإنترنت أحتاج لوجود شبكة سواء كانت شبكة الإنترنت أو سواء كانت شبكة سلكية أو شبكة محلية هنا شباب نشير إلى بعض أنواع التجارة الإلكترونية وهي ثلاثة أنواع النوع الأول وهو شركة لشركة Business to Business B2B المقصود بها هي عملية التجارة بين الشركات مثال عليها هي عملية مثلا الشركة أو المصنع يقوم بالبيع للموزعين ومن ثم تتم عملية البيع والتجارة النوع الثاني B2C Business to Consumer شركة المستهلك من الأمثلة عليها مواقع أمازون زي ما قلنا ممكن تشتري من خلال هذه الشركة أو كذلك مواقع البنوك بنوك الأولاين هذا مثال على Business to Consumer النوع الثالث المستهلك المستهلك أو C2C هذا مثال عليها شباب عملية المزادات أن يكون هناك مزاد مستهلك يمكن أن يعرس سلعة معينة كالجوال كالسيارة وغيرها ومن ثم هناك مستهلك آخر يقوم بشراء هذه السلعة مواجهة